كمان الكتاب مش بعلمنا انه نميز الوقت الكتاب بعلمنا انه نفتدي الوقت اسمع ما يقول الرسول بولوس الى كنيسة افسوس يقول ولا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب مفتدين الوقت مفتدين الوقت لان الايام شريرة وايضا بيتكلم لكنيسة كولوسي بيتكلم ان اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت يعني ما تضوعش وقتك ما تضوعش حياتك ما تضوعش قراراتك ما تضوعش اختياراتك اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم ايضا الكتاب بعلمنا عن معرفة الوقت احنا محتاجين نعرف كل الاشياء اللي عم بتسير احنا ممكن ندرك الوقت لاحظ ما يقول الرسول بولوس الى كنيسة روميا هذا وانكم عارفون الوقت انها الان ساعة لنستيقظ من النوم فان خلاصنا الان اقرب من مكان حين امنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمة ونلبس اسلحة النور لنسلك بلاياقة كما في النهار لا بالبطر والسكري لا بالمضاجع والعهري لا بالخصام والحسد بل البس الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيرا للجسد لاجل الشهوات فاذا احنا محتاجين نميز الوقت محتاجين نفتدئ الوقت ومحتاجين نعرف الوقت ولو سألتك اخوي اختي شو الساعة كم الوقت معاك تعرف حباقي الشيء انه عجلة الزمان لا ترجع الى الوراء مكان صار يعني هاي الحلقة ممكن تكون الحلقة الاخيرة في حياتك ما حد بيعرف الوقت ولا حد بيعرف النهاية ولا حد بيعرف اي شيء فبقول الكتاب عارفونا الوقت انه ساعة نستيقظ من النوم خلاص لذلك يقول استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح في اهمية للوقت احبائي في اهمية كبيرة لهذا الوقت بالكتاب المقدس بيتكلم عن حاكم كان فاسد وكان شرير اللي هو الحاكم فيليكس الرسول بولوس وقف امامه للمحاكمة لكن اسمع ما يقول في سفر اعمال الرسل اصحاح 24 وبينما كان بولوس الرسول يتكلم عن البر والتعفف والدينون العتيدة ان تكون ارتعب فيليكس واجاب بيحكي لرسول بولوس بقول له اما الان فاذهب ومتى حصلت على وقت استدعيك تعرف حبائي اللي بيدرس تاريخ منعرف انه هذا الشرير خلع من الحكم وما اجاش الوقت مرة تانية كان عنده لحظة لما ارتعب ان يتوب كان عنده لحظة كان الوقت له اهمية عظيمة جدا الرسول بولوس عم بيكلمه وعارفه في هاي المسائل الطريق كما يقول الكتاب المقدس عن المسيحية ولكن مع كل هذا اجل قال له اذهب ولما بصير عندي وقت ومتى حصلت على وقت استدعيك ولكن للأسف عجلة الزمان لا ترجع الى الوراء وانتهى هذا الشخص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة